اشتركوا في القناة اعضاء فريق تريند الزراعي على المجهود اللي بيقوموا به جزام الله يعني خار الجزاء على المجهود اللي بيعملوا انهم يحاولوا يساعدوا الشباب في مقتبل الطريق بتاعهم احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على موضوع من المواضيع المهمة اللي هو كيفية توجيه الشباب لاقامة مشاريع صغيرة في مجال الالبان ومنتجاتها طبعا احنا كلنا لما بنتخرج من الكلية كشباب بيبقى عندنا طموح كبير وامان كبيرة وبيبقى عندنا طاقة كبيرة ان احنا عايزين نعمل مشروع خاص بينا نبدأ نكافح فيه ونكبره ويكبر على قديمه لكن الموضوع ده بيبقى محتاج ان احنا حد يواجهنا توجيه كويس بحيث ان احنا نقدر نختصر مسافة كبيرة من الوقت والزمن لان اذا ما تمش التوجيه المثالي ممكن يتم اهضار سنين من عمرك في اللاشي فان شاء الله انا النهاردة احاول اجتهد معاكم بخبرتي المتواضعة ان انا اقدر اقدم لكم خلاصة التجربتنا الشخصية حتى المرد بيها اللي احاول اروزها قدامكم في صورة بعض النصايح لكم ان شاء الله بازن الله الطبيعي لما بنيجي نعمل اي مشروع في بعض النقط اللي انا لابد ان انا اخدها في اعتباري واخد بالي منها كويس اوي ايه هي انت كمستثمر طبعا بتبقى عاوز ان انت تزايعني حتى لو كان مع حجم الفلوس اللي معك كبير او حجمه حتى او حجمها الي لانت عايز تستثمر راس المالي لماك ده احسن استثمر ممكن بحيث يعود عليك بالربح المعقول اللي تقدر ان انت يعني تعيش من خلاله وطبعا لو جينا نبص هنلاقي احنا ربطنا بين كلمة الشباب في العنوان وبين مشاريع صغيرة لان هو ده اللي حاصل يعني ان معظم الشباب في بداية تخرجهم بتبقى امكانياتهم وانا واحد من الناس دي طبعا كان بتبقى امكاناتنا لسه متواضعة لكن زي ما قلت عندنا طموح كبير عايزين نعمل حاجة فبيبقى باديه وطبيعي انه لما باجي ابدأ كشاب بعمل مشروع امكانياته بتبقى في حدود الحالة المادية بتاعته واللي اغلبنا بتبقى الحالة المادية بتاعتنا متواضعة عموما يعني طيب نبدأ نقول ايه النقطة دي اول حاجة لما اجي اعمل مشروع لابد ان انا احدد الهدف بتاعي يعني ايه تحديد الهدف يعني احدد المجال اللي انا عاوز اشتغل فيه ما ينفعش اقول انا عايز مشروع اعمل مشروع وافضل بقى على طول انا عايز اعمل مشروع لا انت احدد هدفك ايه المجال اللي انت عايز تشتغل فيه ايه المجال اللي انت شايف نفسك فيه طيب لو انا راجل متخصص خلاص انا كمتخصص مثلا متخرج من كلية الزراعة وقسم الالبان أنا الوقت خلاص قد أكون حددت الهدف بتاعي أن أنا أشتغل في مجال الألبان طيب لو أنا واحد مهتم بالمجال أو ما نش متخصص بفكر أعمل إيه خلاص أخدت قراري أن أنا أشتغل في مجال الألبان يبقى أنا أول حاجة لازم أعملها أحدد الهدف لأن تحديد الهدف اللي هيتبنى عليه جميع الخطوات اللي هتيجي بعد كده إن شاء الله يبقى بحدد هدفي حددت الهدف أن أنا أشتغل في مجال الألبان زي ما هو حاصل في الوضع بتاعنا دلوقتي طيب بعد ما بحدد الهدف الخطوة الثانية الخطوة الثانية ببدأ أن أنا أدرس السوق بمعنى إيه أدرس طبعا أنا برحب بكل السادة الموجودين اللي برحبوا بيا أنا يعني بتشرف بوجودي معاكم النهاردة وأتمنى أن أنا أكون ضيف خفيف عليكم وأتمنى أن أنا أقدر أساعدكم بالمعلومات اللي أنا أقدمها يعني أنا برحب بالجميع يعني كلكم على رأسي من فوق طيب تاني حاجة قلنا أن أنا أبدأ أدرس السوق بمعنى إيه دراسة السوق ببدأ أشوف المكان اللي أنا موجود فيه والمنطقة اللي أنا موجود فيها إيه أكتر المنتجات اللي في المكان ده بيتم استهلاكه وإيه هي أكتر المنتجات اللي في المكان ده بتكون رواجا يعني أن أنا أشتغل النهاردة تاني يوم المنتج بتاعي أكون مسوقه وممشيه وجايب للربح بتاعه طيب إيه أنت في المكان اللي أنت فيه تبدأ تدرس إيه هي المنتجات الأكثر شيوعا هل هي الجبنة الضميات البيضة هل هي الجبنة الرومي هل الزبادي هل الجبنة الأريش وهكذا إيه دي نقطة برضو نقطة مهمة جدا إن أنا أحدد هدفي خلاص في مجال الألبان تاني حاجة أدرس السوق وادرس المنطقة اللي أنا فيها واشوف إيه أكتر المنتجات رواجا واستهلاكا في المنطقة دي طيب الخطوة الثالثة أبدأ إن أنا أتضرب واتعلم لأن طبعا أي مشروع لا ينجح بدون الخبرة لأن عشان أكتسب الخبرة لابد إن أنا أتضرب واتعلم والتدريب والتعليم ده هيجي عن طريق الممارسة طيب لو أنت متخصص ومتخرج من القسم الألبان زي ما قلنا حسنا أنت رجل متخصص بس معاك الخبرة العلمية لازم تكتسب معاها الخبرة العملية وانت كده معاك الخبرة العلمية ووفرت عليك جزء كبير رشود كبير من المشوار لكن بجوار الخبرة العلمية لازم تكتسب الخبرة العملية دي مهمة جدا طيب لو أنت مهتم ومتش متخصص يبقى لابد إن أنت تجمع ما بين الاتنين الخبرة العلمية والخبرة العملية طيب الخبرة العلمية دي أنت هتجيبها إزاي الخبرة العلمية لو أنت متش متخصص هتبدأ إن أنت تشوف الأماكن اللي بتنظم دورات في المكان ده الضورات دي بتقام في مراكز البحوث او معاهد البحوث المتخصصة يعني احنا عندنا مثلا في مراكز البحوث الانتاج الحيواني كل فترة بنعمل الضورات دي لوقت قريب جدا كان موجود الضورات دي موجودة كان حتى لحد الاسبوع اللي فات او تشوف المصانع او تشوف معامل المهم لا بد ان انت تاخد ضوء لتاخد خبرة عملية في المجال بتاعك طيب لو انت قلنا متخصص طيب معايا الخبرة العلمية وهبدأ اخد بقى الخبرة العملية بتاعتي ايه اللي يفيدك في الموضوع التدريب والتعليم ان انت بعد كده لما تبقى مسؤول عن المشروع بتاعك وتبقى مسؤول عن الشركة او المصنع او المعمل اللي انت هتعمله لما يجي لك حد من الناس اللي شغالة معك سواء كان عمال او مهندسين ويقولك كذا او كذا او كذا انت تقدر تناقش وتقوله اه انت كلامك مزبوط او انت كلامك غلط يعني عايز اقول ان انت ما حدش يعني يقدر يضحك عليك ليه لان انت فاهم كويس الموضوع بدايته ايه ونهايته ايه واقف على كل كبيرة وصغيرة في المشروع بتاعك ده مش هيجي اللي عن طريق التدريب والتعليم واكتساب ايه الخبرة سواء كانت الخبرة العملية ولبقى اكد عليهم تاني خبرة عملية وعلمية دي هتفرق معك كتير جدا في ادارة المشروع بتاعك طيب بعد كده اللي يالي كده ايه تبدأ تشوف ايه هي اللي تشوف المكان اللي انت عايز تقوم فيه المشروع بتاعك طيب هل المكان ده هيبقى كبير ولا صغير ده هيبقى على حسب المشروع اللي انت هتقوم به يعني ايه انا لو هقوم مثلا بمشروع زي الزبادي وخلاص هبدأ بالزبادي مثلا كاب دايه يبقى انا في الحالة دي محتاج ان انا مكان مش كبير هيبقى مكان على قد ان انا اشتغل الزبادي لا انا هعمل زبادي وجبنة ومسلا جبنة بيضة وجبنة اريش يبقى المكان بتاعي يبقى كبير شوية يبقى معنا كده ان انا بجاهز المكان بتاعي على اساس او على حجم المشروع اللي انا هبدأ به طيب النقطة اللي تالي كده بعدها بعدها ايه ان انا ابدأ اعمل عرض اسعار اجيب عرض اسعار للالات والادوات اللي انا هشتغل بيها وفقا للمنتج اللي انا اخترته يعني عشان كده بقولك الخطوات كلها مترتبة على بعضها انا في الاول خالص حددت المنتج اللي انا هشتغل عليه طيب وليكن انا هشتغل مثلا على جبنة بيضة طيب ايه الادوات اللي انا هحتاجها ابدأ اعمل عرض اسعار طيب يجيبنا البودة هتحتاج مني حط جبن من الزوج الجدران هتحتاج شعلة هتحتاج شاش هحتاج منفحة هحتاج الغاز الادوات بتاعتنا اللي انا ايه هحتاجها وده لسه نتكلم عنها دلوقتي برضو بالتفصيل ان شاء الله طيب ابدأ اجيب عرض بس ما تشتريش انت لحد الوقت لسه في الاول خالص هجيب عرض وبيان اسعار من اكتر من جهة وابدأ افاضل بينهم واشوف ايه اقلهم سعلا وكون جولته كويسة بعرف اسعار الادوات اللي انا هشتغل بيها واسعار الخامات اللي انا هشتغل بيها طيب النقطة اللي تالي كده ايه ابدأ بقى اعمل نقطة مهمة جدا في اي مشروع اللي هي اسمها ايه دراسة الجدوى طبعا دراسة الجدوى هي الاساس في اي مشروع اللي بنان عليه انت بتحدد انا هكمل في المشروع ده ولا لا انا هتراجع لان الفايدة بتاعته مش مجزية طيب دراسة الجدوى عندنا هنا بيبقى فيها بتشمل حاجتين بتشمل تكاليف سبتة وبتشمل تكاليف متغيرة طيب التكاليف السبتة هتبقى متمثلة عندي في ايه التكاليف السبتة هتبقى متمثلة عندي في الادوات والالات اللي انا هشتغل بيها وهتبقى متمثلة في المكان اللي انا هقيمه علشان اشتغل فيه او هتبقى متمثلة في المكان ده سواء انا اقمته من فلوسي الشخصية او ان انا اجرت المكان ده في الحالتين بتضيفه للتكاليف السابتة مع الالات والادوات اللي انت هتشتغل به طيب نجي لتكاليف المتغيرة اللي هي تتمثل في ايه تتمثل في المادة الخام اللي انا هشتغل بها اللي هي اللبن هتتمثل في الملح هتتمثل في الغاز المنفحة بقية الخامات اللي هي اللي انا هشتغل فيها بعد كده اسمها تكاليف متغيرة طيب هندي مثال مسلا. انا راجل عايز لسه ازا ما قلت امكانيات متواضعة وعايز اعمل المشروع بتاعي. طب انا خليني هبدأ اشتغل بميت كيلو لبن بس. عايز اشتغل بميت كيلو لبن بس. لو هشتغل بميت كيلو لبن انا مطلوب مني ايه? ايه الادوات اللي انا مطلوبة مني? قلنا عن حد النوع المنتج. خليني هشتغل جبنة دمياطي. جبنة بيضة. طب ايه الادوات المطلوبة مني في اه تصنيع الجبنة دمياطي دي. هيبقى مطلوب منك اه القاتي. اول حاجة هيبقى مطلوب منك ان يبقى عندك حط جبن مزدوج الجدران. يعني انا بصراحة كنت احاطس الحاجات ده عندي هنا على اللاب. يعني احاول ان انا اه ياريت يعني ايه? تبقى واضحة او مش هعارب بصراحة. هحاول ابقى اعمل ملاف ان شاء الله ونزلهو لكو برضو ان شاء الله. هيبقى محتاج اه اول حاجة عندي ان انا اه. هبقى محتاج حط جبن مزدوج الجدران. المناسب للميت كيلو ده. واشوف تكلفته. طبعا انا اجاب بيان بالاسعار ده على اخر وضع كان موجود حوالي من شهرين. يعني الاسعار ده ممكن تتغير برضو. حط جبن ده المناسب للميت كيلو ده كان عامل ست تلاف جنيه. طيب اعايز اقصات لبن. قصة لبن بيكون ساعة الاست حوالي خمسين كيلو. هبدأ باستين مسلا. هاستين دول ثمانهم تلات تلاف جنيه. هحتاج ترابيزة استلس. اللي بتبقى تحليقة يعني بنقول عليها. بتاخد ميت كيلو لبن. دي حوالي تكلفتها بتوصل اربعتاشر الف. طيب عايز انبوبة غاز. هبقى عايز انبوبتين. تلتممائة جنيه. عايز اه شعلة او موقض نار. دي تلتممائة جنيه. عايز جراد الاستلس. دي تكلفتها الف جنيه. عايز ترمومتر حراري. اربعين جنيه. عايز ميزان ديجيتال. مسلا ساعة اسر حاجة تلاتين كيلو. ده تلتممائة جنيه. عايز عبوات عشان اعبي فيها. ساعة العبوات مثلا عشرة كيلو. ده العبوات دي حوالي تمانين جنيه. عايز اربع عبوات مثلا تمانين جنيه. عايز اكياس بلاستيك عشان اعبي فيها الجبنة دي. كيلو مثلا. حوالي خمسة وعشرين جنيه. طيب هحتاج جروف عشان اغرف بيه. هيبقى ده حوالي تلتممائة جنيه. طيب هحتاج شاش للخسرة. عشان اعبي فيها الخسرة. حوالي ميت جنيه. هنجي بص للتكلفة بتاعتنا. هنلاقي اجمال التكلفة حوالي خمسة وعشرين الف جنيه. وتسعمية حوالي ستة وعشرين الف جنيه. ده علشان مسلا اكون جاهز ان انا اشتغل الميت كيلو لبن. اللي انا هشتغل فيهم دول. طيب. حاضر انا ان شاء الله هعمل الملف ده وهنزله والله ان شاء الله بازن الله بادرس الجدوى بكل حاجة ان شاء الله بازن الله يعني الاخت اللي تطلب من كده. طيب انا الوقتي دي الادوات اللي تلزمني. دي الادوات اللي تلزمني عشان اشغل في الجبنة البيضة. والادوات دي خد بالك ان هي مش على الادل اللي انا اشغل في جبنة البيضة بس لا. لان لو جيت اشتغل مسلا في الجبنة الرومي. هحتاج نفس الادوات بس مع تغيير في حاجات معينة. يعني انا مثلا في جبنة البيضة عايز الترابيزة اللي هي عبارة عن تحليقة انا بشتغل فيها لكن في الجبنة الرومي انا بحتاج مكبس لكن بنفس الادوات دي لكن هستبدل ده بالمكبس لكن بقية الحاجات التي تبقى اي سابتة معك يعني دي الفروق اللي هنبقى نتكلم عنها برضو ان شاء الله وفي المحاضرات ان شاء الله اللي جاية او في اللقاءات اللي هتبقى جاية ان شاء الله بإذن الله طيب انا عايز اشوف تكلفة الانتاج بتاعتي بتاع المنتج ده احسبها ازاي طيب هنشوف هنا كده نفترض ان انا هشتغل الميت كيلو لبن دول عبارة عن لبن خليط اللي هو هيبقى بقري على جاموسي سبعين في المية سبعين في المية بقري وثلاثين في المية جاموسي طيب الله في حد بقول ان هو مش واخد باله من طيب خلاص انا هاشرح وابقى نزلكم الملف ان شاء الله بإذن الله هنفترض ان انا هشتغل لبن خليط بقري على جاموسي وانا على فكرة يا جماعة انا بقول ان اللبن الخليط ده اجود بيبقى في الصناعة بيديني تصافي معقولة جدا وممتازة جدا بيديني جودة المنتج وتبقى كويسة جدا بيوفر معايا في التكاليف لان انا هستخدم سبعين كيلو بقري وهحط عليهم تلاتين كيلو جاموسي طيب في الحالة دي انا عندي اللبن الجاموسي لا نحسب تكليف الانتاج لا تكليف الخمات اللازمة للتصنيع عندي لبن جاموسي بحسب ساره عندي لبن بقري بحسب ساره عندي الملح عندي المنفحة عندي الغاز عندي العمالة عندي الاهلاك ومصروفات أخرى بعد كده بحسب كل الإجمال بتاعي طيب لو انا شغال بمئة كيلو لبن اجمال التكلفة مع الاسعار بتاعت دي ببصة لاني عامل حوالي اجمال التكلفة بتاعتي حوالي سبعمائة تلاتة وتسعين جنيه. طيب انا ازاي احسب احسبها بقى ازاي انا التكلفة بتاع المنتج احسبها ازاي انا كسبان ولا خسران. طيب بنحسب اول حاجة بنقول. متوسط التصافي لو انا هشتغل لبن خليط يعني انا لو بشغل لبن بقري بس اقصى تصافي انا هوصل لها 25%. لو بشتغل لبن جموسي بس اقصى تصافي ممكن توصل تلاتين تلاتة وتلاتين في المية. لكن فرق السعر هنا بيلعب معي يعني طبعا سعر اللبن الجموسي هيبقى اعلى من سعر اللبن البقري. اه هيصف اكتر لكن السعر اعلى. فهيفرق برضو معاك. لكن اللبن الجموسي اللبن البقري هيبقى مثلا 25 اه تصافي اقل لكن فيه فرق سعر برضو. فانا لو عملت دمج مبابين الاثنين سبعين في المية بقري تلاتين في المية جموسي وعملت شغل خليط هيدين تصافي مهول جدا توصل لحوالي 28% ايه تصافي. طيب احسب بقى احسب ازاي تكلفة الشغل بتاعي. اول حاجة بقول تكلفة الكيلو. عايز احسب تكلفة الكيلو بتاعي. ازاي? بيجي من اجمال التكلفة. اللي هي اجمال التكلفة اللي هي عبارة عن الخامات اللي ناس استخدمتها اللبن البقري واللبن الجموسي والمنفحة والغاز والعمالة والحاجات دي. واقسمها على كمية الجبنة المنتجة اللي هي تصافي. طيب اجمال التكلفة عندنا قلنا اللي هو كان حوالي سبعمية تلاتة وتسعين جنيه بقسمه على كمية الجبنة المنتجة اللي هي هنقول احنا نقول تمانية وعشرين يعني كل مية كيلو هيدوني تمانية وعشرين كيلو اللي هو ايه تمانية وعشرين كيلو طيب ازا تكلفة الكيلو كده عندي وقفت بكام بحوالي تمانية وعشرين جنيه يبقى انا كده الكيلو وقف علي بحوالي تمانية وعشرين جنيه طيب انا هبيع بكام هنفترض ان احنا دي جبن اخد بالكو طبعا انا بتكلم تبتكلم على جبنة بلدي معمولة بلبن طبيعي بعيد عن عكس سوق اللي احنا عارفينه مفيش اي زيوت مهضراجة مفيش اي سمن زيوت نباتية والحاجات اللي احنا كلنا بنهاجمها وبنقفض ضدها دي طيب انا تكلفة الكيلو كده عندي قفض ب28 جنيه طيب انا هبيع جبنة دي بكام هبيعها مثلا ب35 جنيه طيب انا عايز احسب صف الربح بتاعي يبقى صف الربح بتاعي هيبقى عبارة عن سعر البيع للكيلو ناقص سعر التكلفة طيب سعر البيع انا بكام انا ب35 طيب التكلفة فوقف عليها بكام الكيلو ب28 جنيه يبقى انا مكسبي في الكيلو كده كام صافي مكسبي 6 جنيه حوالي 68 ارش يعني 6 جنيه 70 ارش ده في الكيلو الواحد طيب انا عايز احسب بقى المكسب كله كتوتل انا انتجت قد ايه انتجت 28 كيلو جبنة طيب في كام اضربها في صف الربح للكيلو يبقى كمية المنتجة 28 في صف الربح اللي هو كان 6 جنيه 68 ارش يبقى المكسب عندي 187 جنيه يبقى انت الوقتي هتكسب من الشغل ده ان شاء الله على الاسعار اللي احنا حطنها وتعرف احنا بنقول الاسعار المتغيرة ده حسب الاسعار اللي كانت موجودة من حوالي شهر او شهر ونص كده يبقى انت مكسبك هنا حوالي 187 جنيه ده في اليوم طب في الشهر هتضرب في 30 يوم يبقى مكسبك حوالي 5600 جنيه يعني هنقول مثلا 5500 ونص ده من الجبنة البيضة لو اشتغلت بالطريقة دي ان شاء الله ده ده نموذج او ده طريقة انا يعني انا بقولها لك طبعا كل كل منتج كل منتج بيبقاله طريقة في الحساب خاصة به يعني الجبنة البيضة انا حسبتها كده الجبنة الرومي بيبقالها حسب تاني لان بيبقى فيه اشتناتجة وده بيضاف للمكسب بتاعك الجبنة القريش نفس النظام بيبقى فيه عندي جبنة وبيبقى فيه عندي اشتناتجة وده بيضاف التكاليف الحاجات دي ان شاء الله هنقولها اتباعا ان شاء الله بعد كده في اللقاءات ايه بتاعتنا وعايز اقول انت لما وصلت على تكلفة الادوات والمعدات احنا بس ان وصلنا لحوالي 26000 انت ممكن تقول اه يعني لا ده يعني المبلغ كده ايه كبير ان شاء الله بازن الله انا في المحاضرة او اللقاء الجاي بازن الله انا مصمم ادوات اه عملها صممتها الحمد لله ربنا وفقني فيها مناسبة للشباب جدا للمشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر وحتى المشروعات المنزلية اللي تقدر تخليك تشتغل حتى في حدود طقتك الانتاجية ممكن تكون في حدود 60 كيلو بمواد بخامات اه ادوات هتكون ان شاء الله بسيطة متاحة لك هتوفر عليك كتير وهعمل لك دراسة جدوى مقارنة ما بين الادوات اللي انا صممتها والادوات اللي موجودة في السوق وهبين لك ان انت فعلا هتوفر الافات في بداية مشروعك وهتبدأ مشروعك مرتاح جدا يعني العبء المالي او المادي هيخفي من عليه الادوات دي ان شاء الله انا اتفقت مع المجموعة ان شاء الله يعني بتاعتنا في تريند زراعي ان هيبقى فيه لقاء تاني معاكم وهقدم لكو الادوات دي وان شاء الله بازن الله يعني من خلالها هتبدأ المشروع بتاعك من تاني يوم ان شاء الله يعني لو انت متضرب وعندك فكرة كويسة بالادوات دي تبدأ مشروعك من تاني يوم ما عندكش الخبرة زي ما قلنا هتاخد الخبرة العملية بتاعتك وتتضرب والادوات دي بتستخدمها تبدأ مشروعك لانتك لفيتها طبق بسيطة جدا يعني ان شاء الله يعني هتزهل لما تشوف فرق السعر ما بين الحاجات اللي انا صممتها دي والحاجات الايه الموجودة يعني اتمنى ان انا ما كنش طولت عليكم اتمنى يعني ان انا كنت اضيف خفيف عليكم قدمتلكم مادة علمية يعني معقولة اتمنى ان انا اكون قدرت اافتكم بها حتى لو بقدر بسيط اه وان شاء الله يعني لو في اي اسئلة تبقى موجودة انا هشوفها وباذن الله هجاوب عليها كلها ان شاء الله باذن الله اه وانا بشكر تاني المرة التانية اه فريق الاعداد فريندزرهاي على استضافته اه ليه اه وشرفت بوجودي اه معاكم اه يعني احنا كلنا كلنا اخوات واي حد عايز مني اي معلومة انا تحت امره اه يعني انا هدف ان انا افيد اه افيد الناس وانا نقلت لكم اه النقطة الكريمة دي يعني خلاصة اه لخصتها لكم كده خلاصة يعني خبرة انا مريت اه بيها يمكن انا في بداية ما كنتش لقى حد اه يوجهني اه وحصل عندش تخبط في اكتر من من حاجة فاخدت عادة على نفسي ان انا اللي انا مريت بي احاول اه اقولوا للناس في صورة نقاط اه نقاط يتفادوها اه بحيث ان هما ما يضيعوش كتير من وقتهم او من عمرهم في اللاشيء بل ان هما يحددوا هدفهم ويبدأوا يشوفوا هما هيوصلوا له اه ازاي اه انا بشكركم جميعا على يعني حسن استماعكم لي اه اه واتمنى اكون في التوكو زي ما قلت قبل كده اه يا رب بالتوفيق للجميع واتمنى لكم جميعا التوفيق يا رب في حياتكم العلمية والعملية والاجتماعية كمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة